اشتركوا في القناة رئيس السيسي في مقر اقامته بواشنطن كريستير لاغارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي حيث عرب رئيسه خلال هذا اللقاء عن تقديره للتعاون المثمري ما بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في طار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي واكد على حرص مصر في استمرار التعاون مع الصندوق وتهيات مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية قال المتحدث باسم رئيسة الجمهورية استفيل علاء يوسف ان جيمس ماتس وزير الدفاع الأمريكي يعتزم زيارة إلى مصر قريبا لمواصلة التبحث حول سبل تعزيز التعاون العسكري القائم فيما بين البلدين أضاف المتحدث أن التعاون العسكري مهم للحفاظ على الأمن والاستقرار وبما يمكن دولتين من مجابهة التحديات غير المسبوقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم في الأراضي المحتلة قتل الجندي إسرائيلي وأصيب آخر في عملية داست لعدد من جنود الاحتلال قرب مستوطنة عفرة بشرقي مدينة رمالله وعلن قوات الاحتلال اعتقال مرفض العملية دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل أرجع مجلس الأمن الدولي في ختام جلسة طارية عقدها أمس للبحث في هجوم كيميائي استادف بلدة خان شيخون السورية أرجع التصويت على مشروع قرار يدين هذا الهجوم لإفساح الوقت أمام التفاوض مع موسكو وبحسب دبلوماسينا فإن التصويت على مشروع القرار الذي قدمت واشنطن ولندن وباريس قد يتم اليوم نهاية مجز الأخبار شكرا لكم وإلى ملتقى اشتركوا في القناة